موسيقى السلام عليكم الساعات هذه ليست كأي وقت سواها سنترك معها حالة منطقتنا البائسة المغلوبة على أمرها لقليل من الوقت ونرتحل إلى من بيدها تسعة وتسعون بالمئة من أوراق اللعبة بل ومئة بالمئة من كروت الضغط على الكيان المستعمر للأرض العربية بالطبع هذا التوصيف لا يليق بأي بلد في دنيانا إلا بلاد العمسام تلك البلاد الأمريكية التي استقبل فيها ساكن حالي لبيتها الأبيض ساكنها الجديدة المنتخب أعداء الأمس بروتوكولياً التقوا اليوم بابتسامة ارتسمت على الوجوه وكأن الجراحة السياسية التأمت لإظهار نية حسنة بانتقال سلمي منظم للسلطة وبعيداً عن جماليات الصورة وإبهارها وهم من يشهد لهم في الحبكة الضرامية والإخراج لكن أيبر كل الرئيسين بوعد قطعه على نفسهما بإحلال سلام في منطقتنا المبتلاه خلال شهرين مقبلين؟ أم نعبرهما لتسير منطقتنا صوباء صفقات يتقنها؟ يبرع في إبرامها رئيس لأمريكا منتخب العائد بنشوة النصر مستحوذاً على كل مفاصل الدولة الأمريكية ألديهم النية حقاً في إيقاف نزيف الدم؟ في كبح جماح الإفساد في الأرض بيد حكومة ذاك الكيان الأكثر تطرفاً في تاريخه؟ أم نبقى في ذات التيه؟ نسير خلف صراب في صحراء مقفرة موحشة؟ على الجميع يهتدي سواء السبيل قد تراها تضيق وتضيق وتضيق حتى تستحكم حلقاتها لكن تيقن أن عند الله منها المخرجون فصبروا الجميع ت описании تاعزه محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها بعمنانك ريشين اهلا بكم في حلقة جديدة من ملف اليوم صلاتت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المقبل دونالد ترامب في المكتب البيضوي مشيرة إلى أنه يأتي بعد أربعة أشهر من المناظرة الحادة التي جرب بينهما في أطلنطا حيث تبادل الرئيسان للتهمات والانتقادات الحادة أكدت كذلك نيويورك تايمز الأمريكية أن اللقاء يأتي بعد فوز ترامب الصاحق على كمال هاريس مما شكل ضربة قوية لأجندة بايدن وإرثه السياسي وأفادت الصحيفة كذلك أنه بالرغم من أن بايدن قد وجهت دعوة لترامب لحضور هذا الاجتماع التقليدي إلا أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بينهما خاصة بعد أن رفض ترامب خلال العام 2020 دعوة بايدن للاجتماع بعد الانتخابات وفي لقاء يهدف في الأساس إلى أحياء تقليدي كان قد غابا عن الصورة في أمريكا وعن المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية الماضية التقى الرئيس الحالي جو بايدن بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض لإطلاق عملية المرحلة الانتقالية بين الإدارتين في مشهد مهم يجذب أنظار الكثير حول العالم في مشهد مهم يجذب أنظار الكثير حول العالم استقبل رئيس الأمريكي الحالي جو بايدن خليفته دونالد ترامب في البيت الأبيض وذلك لتأكيد بايدن التزامه بانتقال سلمي ومنظم للسلطة مع بدء العد التنازلي لعودة ترامب إلى الرئاسة خلال يناير المقبل ويعمل ترامب حاليا على تشكيل فريق إدارته الجديدة استعدادا لتسلم المنصب حيث أعلن عن نيته تجاوز إجراءات مجلس الشيوخ الطويلة في تثبيت التعينات وذلك لضمان تمرير قراراته بسرعة في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومن بين الأسماء البارزة التي اختار ترامب سوزي وايلز لتشغل منصب كبيرة موظف البيت الأبيض ترامب رشح أيضا السناتر الكوبي الأصل ماركو روبيو ليشغل منصب وزير الخارجية ورشح والد ستيفانيك مندوبة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة وهي المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل ومعارضتها لإيران وتعكس هذه التعينات مسارا واضحا نحو تغييرات جوهرية فقد تم اختيار توم هومن المدير السابق لإدارة الهجرة والجمارك لتنفيذ أكبر عملية طرد للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة كما تم تعيين مايكل وولتز مستشارا للأمن القومية حيث يتبنى توجهات صارمة تنتجه الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع توقعات بأن ينضم إيلون ماسك إلى فريق ترامب لمتابعة تطقيق الهدر الحكومي وخفض التكاليف ومما لا شك فيه أن عودة ترامب تعد انقلابا على سياسات بايدن حيث يسعى إلى تفكيك برامج بايدن الخضراء وإعادة إطلاق مشروعات التنقيب عن النفط متجاهلا تحذيرات التغير المناخي فهل تشهد فترة ترامب تغييرات جذرية في كل مناحي الحكم في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 هل يتعلق الأمر بانتقال السلطة أو انتقال البيت الأبيض من رئيس لرئيس أم يتعلق بالملفات الخارجية والداخلية أم بماذا؟ تحياتي لك أستاذ كمال ولديوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة القرارة الإخبارية الكرام في الواقع أن انتقال السلطة هو التسليم الملفات أن يقوم الرئيس بتسليم المكتب وتسليم الملفات للرئيس المقبل في عملية تبدو أنها سلسة لأن عدم تسليم السلطة هو إثيرة طبعا في الانتخابات الماضية في ظل الدعاءات التزوير وبالتالي هذا التقليد الأمريكي يعني لم يكن يخرج عليه سوى استثناءات قليلة رأيناها في عام 2020 بالطبع يعني انتصار الصاحق لترام هو ساهم فيه على أقل تبريد وتقليل منسوب حدة الاستقطاب بين الحزبين وأدى إلى أولا أتراف الدموقراطين بالهزيمة وبالتالي لم نسمع حديث مثل تزوير الانتخابات أو غيرها من الحديث التي كانت تتخذ مبررة لعاقة أو على أقل وضع رقيل أمام عملية تسليم الملفات والانتقال ما بين الرئيسين أيضا فوز ترامب الصاحق أيضا والموجة الحمراء جعلته أكثر ثقة بمعنى آخر أن ترامب في الولاية الثانية هو كثير من السياسة قليل من الاقتصاب في الولاية الأولى كان كثير من الاقتصاب قليل من السياسة وكان يتخذ قرارات تبدو تفتقد إلى ربما العقلانية أو العرف السياسي في هذه المرة ترامب لا نسمع حديث عن تزوير الانتخابات أو غيرها هو في 2020 رفض هذا اللقاء واستقبال بايدن وتسليمه الملفات لأنه كان يعتقد أعتقاد جازم بأن الانتخابات زويرت لجو بايدن ولكن هذه المرات اعترف بايدن بأن الانتخابات نزيهة اعترف بها الهزيمة الآن ترامب الذي كان بالنسبة للجمهورين هو مجرم ومدان ومطارد ومتهم الآن يتم استقباله والقبول بالإرادة الشعبية لأنه ليس هناك خيارات أخرى لكن لو تسمح لي ضيف الكريم دكتور أحمد يعني أنت وصفت المشهد بأنه كثير من السياسة قليل من الاقتصاد لكن المتابع لاختيارات الرئيس المقبل المنتخب دونالد ترامب يجده قد يعني جاء بستيفين ويتكوف تايكون العقارات في الولايات المتحدة الملياردير جاء كذلك بإيلون ماسك أغنى رجل في العالم فكيف نوصف هذا الأمر أنه قليل من الاقتصاد عندما أتكلم عن هذا الأمر أقصد السلوك السياسي لترامب يعني ترامب في المرة أقول لك أنا رجل العمال كان يتخذ قرارات وربما كانت مفاجئة كثير من القرارات حتى في القرارات المتعلقة بالتعيينات يعني كان هناك تغييرات سياسية لم تحدث من قبل رأينا أربعة من المستشار الأمن القوم في ولياته رأينا وزيرين للخارجية وزيرين للدفاع يعني بمعنى كان ترامب يفتقد إلى الممارسة السياسية وهو تعمل برجو الاقتصاد بمعنى عقيدة الصفقة كان يتكلم عن فكرة الحماية مقابل الأمن وغيرها وبالتالي البعض الاقتصادي كراجل العمال كان يضغع لتصرفاته وسلوكيات هذه المرة ترامب الآن أخذ خبرة السياسة خبرة الدروس الأولى الأولى أصبح يتحكم كثيرا في قراراته وفي انفعالاته لم نعد نسمع ترامب الذي كان يتحدث دائما بلغة تخرج عن المألوف الآن هو يتقبل ويتحلم حتى يتأنف اختياراته وبالطبع اختياراته هي كلها متوافقة وفقا لمعيارين المعيار الأول من أعضاء حملاته هي الذين دعموه معنويا وسياسيا والذين دعموه ماليا مثل إيوه موسك ثم أيضا المعيار الثاني هو من يتوافق معه في الرأي وفي التوجهات سواء في القضايا الداخلية أو في القضايا الخارجية نعم ننتقل إلى واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية وسيد جويل طيف الكريم من هناك ترامب أيضا زار الكونجرس الأمريكي خلال تواجده الحالي في واشنطن هي الزيارة الأولى منذ أحداث اقتحام الكابيتل في يناير 2021 ما الذي يسعى ترامب لهندسته في هذه الزيارة برأيك؟ إنه لمن رائع أن أكون معكم إنه لمن رائع هنا في واشنطن بعودة ترامب مرة أخرى إلى العاصمة وإلى حدث موقع القريمة حيث تجاهل وأنكر أنه قد خسر هذه الانتخابات منذ أربع سنوات يبدو أنه نفسي اليوم ولكن الشعب الأمريكي قد صوت لأجله هو عاد مرة أخرى كشخص فائز بهذه الانتخابات كما كان بايدل منذ أربع سنوات أعتقد أنه يحاول أن يجعل الأمر واضحاً لمن في البيت الأبد أنه هو المسؤول الآن يربما يبدو الواضع مختلفاً في مجلس الشيوخ لقد شهدنا نتائج الانتخابات حول قيادة الجمهوريون في مجلس الشيوخ وأن مرشح ترامب المفضل لم يفوز وهو شخص آخر لديه أراءة مختلفة عن الرئيس وبعد الخلفات لذلك أعتقد أنها ستكون لحظة رائعة لأن العديد من الناس الذين يعينهم ترامب الآن هم في مواقع في العلاقات الخارجية والأمن القومي وإذا فاز بالانتخابات لأجل التعامل مع أمور اللي علاقة بالهجرة والإقتصاد كما تحدث في حملات الانتخابية وهو الآن لم يركز على هذا في تعيينات لذلك نحن هو ما نشهده الآن هنا في واشنطن لأجل أن ننظر في خطبها الذي سيلقيه وكيف سيتعابل مع مجموعة البرلمان وهي رجالهم في الواقع لديهم إخلاص كبير له سيد جويل لدي سؤال آخر لك هل تغير ترامب 2024 عن ترامب ما قبل 2020 أو حتى ترامب طوال ثمانية أعوام الماضية لا إنه نفس الشخص إن الشعب الأمريكي قد اخترى بشكل مختلف عن أربع سنوات وعن أيضا ثمانية سنوات سابقا لم يكن قد فاد بالتصويت الشعبي أو بالأغلبية لا إنه نفس الشخص نفس الأسلوب نفس الأهداف نفس الشخصية وأعتقد أننا سنرى أكثر مما رأيناه ربما تكون طرقه أكثر صرمة وعنفا وكما ذكرت الآن لديه من منظوره سأقول أنه لديه اتزام وتكليف معينة بشأن فتراته الثانية يرغب في تنفيذ بعض الإجراءات ومن الرائع أننا والمسير أننا سوف نرى كيف سيكون بتنفيذ هذه السياسات لديه بعض القرارات الصالمة بالشأن الهدرة ولديه ستيفن ميلر داخل بزارة الأمن داخلي وما سيبدأ بفعله هو نوع من هذه الترحيلات التي قد أعلن عنها هذا الأمر سيكون مختلفا لأنه حين كان رئيسا من ثمان سنوات تحدث عن أموره لم يفعلها وسننظر إذا كان سيفي بهذه الوعود التي نعهد فيها خلال فتراته الانتخابية وسوف ننظر كيف ستكون ردو فعل الشعب الأمريكي لمشاهدة هذه السياسات تصبح على أرض الواقع نعم سؤال المقبل سيكون أيضا مرتبطا بسؤال السابق الخاص بزيارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الكونجرس أو الكابيتل وأذهب إلى ولاية مين والعقيد إيريك دايف الكريم من هناك سيد إيريك موقع أكسيوس الأمريكي كشف في تقرير له عن محاولات الديمقراطيين داخل الكونجرس حاليا في هذين الشهرين عرقلت خطة ترامب في تقديرك هل تنجح مساعي الحزب الديمقراطي في ذلك؟ أعتقد أن الأمر الأهم هنا كما ذكرت فإن هذه الحقيقة بأن حقد حصلت خسارة وأن يكون هناك تحول سلمي للسلطة وهذا ما اعتدنا على حدوثه على مدار التاريخ كان هناك علاقات كيدة ما بين الحزبين داخل الكونجرس بغض النظر عن كل الخلافات والسياسات الآن بالطبع أن ترامب يأتي في وقت حيث يوجد حوادث مختلفة ولديه شعور أفضل وخبرة لكيفية التعامل مع الكونجرس ولديه خبرة أكثر وأن المشكلة الأولى التي وكادت مسبقا أن كان هناك فشل لأن الكونجرس لم يكن يتمشى مع قططه وأن العديد من الكونجرس لم يكن يفون له بالولاء الكامل وأعتقد أن هذه المرة توقع علاقات مختلفة وأن هناك أهداف واضحة أولئك الذين قد دعينهم إلى الآن يبدو أنهم داعمين له بشكل كبير ويفكرون بشكل واضح حول كيفية التطبيق السياسات التي قد تعهد بها أمام الشعب الأمريكي بالشأن الأمن وبشأن التعليم وكل هذه أمور هامة كيف سيكون بتطهير وزارة الدفاع وسيكون هناك مزيد من القيود بالشأن الجنرالات وبالشأن الدفاع عن الأمة لقد لدينا العديد من الشركاء في هذا الأمر لدينا بحرية ضعيفة كل تلك الأمور سيعمل عليها من بينها سيطرة على الحدود وكما ذكرت مسبقا نحن لدينا احتياج إلى احتياج نحن دولة مهاجرين ولكن نحتاج أن نعلم من يدخل إلى بلادنا ونحن حاليا لا نعلم هذا الأمر أعلم جيدا الملفات التي يعتمي بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهو قد اتحدث بهذا الأمر كثيرا لكن أتحدثها هنا وأركز على الشهرين الحاليين حتى العاشر من يناير المقبل هل باستطاعت الديمقراطيين في الكونجرس قبل انتقال السلطة إلى الجمهوريين عرقلت بعض مساعي ترامب في الفترة المقبلة في هذين الشهرين أم لا؟ عفوا لقد أسأت الفهمة أنا أتوقع أن الحزب الديمقراطي داخل الكونجرس سوف يحترم إرادة الشعب الأمريكي إنهم يعلمون أنهم قد خسروا الأغلبية وأن المجلس الشيوخ نفسه من المتوقع أن يكون أحظى بأغلبية كمهورية إلا ببعض الاستثناءات لذلك لا أتوقع أي أفعال سلبية من قبل الحزب الديمقراطي سواء كان في مجلس الشيوخ أو في أمكان آخر ونحن نعلم أن هناك أشخاص غير راضيين تماماً لكنهم دوماً سيكونون غير راضيين عن من سيكون في البيت الأبيض دوماً سيكون هناك انتقاط من كل الجانبين ولكن في الناهاية الأغلبية لا بد أن تبلي كما هو متوقع لها وأن تحترم إرادة الشعب الأمريكي نعم أنتقل إلى ولاية تينيسي وسيد روجر ضيف الكريم من هناك سيد روجر وفق وسائل إعلام أمريكية فريق دونالد ترامب أحجم أو امتنع عن التوقيع على وثائق الإدارة في البيت الأبيض الأمريكي والخاصة بالإفصاحات الأخلاقية ما الملاحظة التي أبدأها فريق الاستلام المهام في البيت الأبيض برأيك؟ أعود مرة أخرى إلى سؤالي لك والخاص بفريق ترامب بعض وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت بأن فريق ترامب أحجم عن التوقيع على بعض الوثائق الخاصة في البيت الأبيض فما الملاحظة التي أبداها فريق ترامب في هذا الشأن؟ أعتقد أن ما نشتهر به وهو تحول سلمي كامل للسلطة ولكن ترامب لديه سبب ليكون حذر في هذا الشأن حذر للغاية بشأن هذا التحول لأننا كما تذكرنا في 2016 دعاه أوباما إلى البيت الأبيض وكان هذا التحول ثالث للغاية قبل حتى أسبوع ثم بدأت هذه الإدعاءات بالشأن روسيا وهيلاري كلانتون والأمر قد هذه الإدعاءات التي كانت تصل إلى ثلاث سنوات من التحقيقات ومن ثم كانت هي وسيلة أو حيلة من قبل الدموقراطيين وكان أوباما جزءا منها لذلك هو لديه السبب لأن يكون حذرا لأنه يخشى أي نوعا من الحيل التي يمكن أن تظهر أمامه ربما يكون هناك نوعا من الصداقة والمشاعر التي تظهر ولكن في النهاية يجب أن تكون حذرا لأنك لا تعرف أبدا ما الذي سيحاولون أن يكمون بشأنه لأجلاك أعتقد أن تكون خطأا بالنسبة لديمقراطيين أن يلحقوه قضائيا أو بأي شكل من الأشكال لأنه هو رئيس المنتخب وهذا واجب على الديمقراطيين أن يحترموا هذه الإرادة لقد جاء الشعب بتصويت صالح ترامب لأن يؤمنون بأن هذا الشخص قادر على إصلاح الوضع في أمريكا ولكن الناس في واشنطن يملون بشكل كبير ناحية الديمقراطيين إذا آمنت الأمة بشأن ترامب يجب أن يحترم هذا الكميع إن الرئيس ترامب مرة بالعادة ذهب إلى أكثر من ألفين وخمسة مقاطعة داخل أمريكا أكثر مما فعلت هارت بكثير فهو حريص للغاية على مصطح الشعب الأمريكي ولديه كل الحق وأيضا لفريقه كل الحق من النظر في كل المسودات لتأكدي من أن هذا الانتقال سيحدث بشكل سلسل نعم أعود مرة أخرى إلى القاهرة وضيف الكريمة لدكتور أحمد سيد أحمد دكتور أحمد إذا نظرنا إلى التعينات الجديدة في إدارة ترامب الثانية هي بالطبع تختلف عن الإدارة الأولى بطبيعة الحالي لكن السؤال هنا هل هذه الأسماء تعكس نمطا غير مألوف أو نمط جديد أو قد استحدث شيئا ما في السياسة الأمريكية الخاصة بترامب أم ستسير الإدارة الحالية على غرار السابقة تبقى الاستراتيجيات والاختلاف فقط في التكتيكات؟ هو بالفعل أستاذ كمالي عندما ننظر على الأسماء التي تم ترشحها أو الإعلان عنها نجد أنها كلها دارت في إطار المعيار الذي اختار فيه ترامب في ولاده الأولى مساعديه وفريقه الرئاسي يعني أولا من يتوافقون معه في الأفقار سواء الأفقار الخارجية المتعلقة بالصين أو روسيا أو الوضع في الأراضي الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط أو في القضايا الداخلية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الرجل هو لديه سياسة تقوم على فكرة خفض الضرائب على تقليل الحكومة يعني شعار حكومة أقل حجما أكثر كفاءة ولذلك اختار إيلون ماسك لتولي هذه الوزارة التي المستحدثة لمحاولة تغيير التركيب أو ما يسمى القضاعة البروكراطية في ظل الترهل والتوسع الكبير في الحكومة الفيدرالية في إطار توجه لتخفيض الإنفاق العام لو تسمح لي واعتذر على المقاطعة بالطبع لكن أنا توقفت عند الجملة التي ذكرتها بأن دونالد ترام تعهد بتفكيك البيروكراطية ما الذي يعني هذا؟ طب يعني أن هناك حجم كبير من الموظفين من البيروكراطية هناك يعتمد على فكرة تقليل أعداد الوكالات أعداد الهيئات الحكومية حكومة الفيدرالية حكومة ضخمة وتأخذ توميلا ضخما وبالتالي هذا من وجهة نظره بيعيق يعني جزء كبير تقصد خفض الهدر في النفقات بالطبع جزء كبير من الدين الحكومي من الدين العام 34 تريليون دولار نتيجة لهذا الإنفاق الاجتماعي خاصة على الحكومات والهيئات الفيدرالية في كل أنحاء أمريكا ويريد تقليل كل هذا الإنفاق حقيقة وكان جزءا من الاستقطاب والمعارضة بين الدموكراطيين في تقليل الإنفاق الاجتماعي أيضا لأن توسع الرئيس بايدن حقيقة في المخصصات المالية للحكومة الفيدرالية وهيئتها ووكلتها بالطبع أيضا فيما تعلق باختياراته السياسية واختار بالطبع سفير لدى إسرائيل هو مقارب للجانب الإسرائيلي وأعتقد أن مكاء هكابي هو أيضا في هذا الإطار يعني يتقارب مع الفكر الإسرائيلي ويتوافق في هذا الأمر أيضا فيما تعلق به أيضا مستشار الأمن القومي أيضا مايك ويلدز أيضا هو يتوافق معه أيضا فيما تعلق به التشدد تجاه الصين وبالتالي يعيد رسم الخريطة الاستراتيجية أن ترامب سيركز على المواجهة مع الصين أكثر من الاعتبار روسيا الخصم الاستراتيجي وبالتالي نفس الاستراتيجية أو نفس التوجهات السياسية أيضا وزير الخارجية مارك روبيرو هو أيضا كان ممائي يعني سيناتر عن فلوريدا مثل مستشار الأمن القومي يعني أسنان ممثلين لفلوريدا في مجلس الشيوخ وبالتالي جزء من هذه الولاية التي احتضنته والتي يعيش فيها بالطبع جزء من الثقة يعني عامل الثقة أيضا ويعرف بعد أجلسطين وإيران وكوبا في ذات الوقت ودعني أقف عند هذا الاسم مارك روبيرو وأذى به إلى واشنطن دي سي وضيف الكريم أنك سيد جويل سيد جويل دعني أذكر لك بعض الأسماء واقف عند هذا الاسم الذي ذكرته بالطبع لنقف على الفارق ما بينهم وبين الاختيارات السابقة في الإدارة السابقة يعني مثلا مايك بومبيو الذي كان في الإدارة السابقة كان وزيرا للخارجية الآن نتحدث عن اختيار مارك روبيرو وزيرا للخارجية في إدارة ترامب الجديدة هل سنلمس تغيرا في السياسة الخارجية برأيك؟ حسنا مارك روبيرو هو مشرع سابق وموهوب وشخص لدي خبرة كبيرة فيما يخص العلاقات الخارجية وأعتقد أن هذا ناقد كبير حول ما كان لدينا في فترة ترامب الأولى حيث أنه لم يتعمق في كيفية الصفقات داخل وزارة الخارجية لكن مارك روبيرو لأنه قد عمل داخل العلاقات الخارجية في مجلس الشلوك لديه معرفة كبيرة بشأن العلاقات الخارجية والبيروكاتية وهذا بناحية العملية بالناحية الأيدولوجية أعتقد أننا سنشهد تحول كبير نحو التطرف إنه نوعنا صقر ضد الصين وهو داعم كبير لإسرائيل وأيضا سنشهد كل تلك الأمور هذا لا يعني أنه لن يذهب بنا إلى الحرب هذا ليس هو النهج ولكن بالطبع لا يرغب ترامب أن يكون معروفا عنه الحروب ولكن مارك روبيرو معروفا بأنه متافع كبير عن الحلفاء الأمريكيين ومعارض قوي للأعداء وأعتقد أنه سيستخدم وزارة الخارجية بشكل فعال في هذا السياق بشكل أكثر فعالية عما فعله ترامب في فترته الرئاسية الأولى سيد جويل أقف عند هذا التعيين وعند أيضا التعيين السابق إذا تحدثنا عن بومبيو هو جاء به في العام 2018 بعدما أقصى وزير خارجية السابق ريكس تيلرسون لماذا لم يأتي بهذا الرجل مرة أخرى في هذا المنصب الدقيق كوزير للخارجية وهو الرجل الذي استحوذ على منصب كبير كوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل أن يكون وزيرا للخارجية بكل هذه الخبرات طبعا حسنا أن مارك هناك بعض الأمور الشخصية بينهم حيث التي قد جعلته يقوم بإقالته صادقا ولكن أعتقد أن يوجد مشاكل بالشأن أفغانستان وهذه كانت مناقشات كاريسية ولقد رأينا بايدن كان يحاول التعامل مع هذا الأثر السلبية الذي حدث هذه المناقشات وأعتقد أن لهذا السبب لم يكن في قائمة ترامب الثانية لأن هذه كانت مفاوضات مع طالبان ولم تبلي بلاء حسنا أنه الوقت لأن يجد شخص آخر على عكس نيكي هالي التي كانت رشحة ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية كانت تحاول أن تحصل على ترشح ولكن لم يطلب حتى منها المساعدة في هذه الانتخابات وأعتقد أن السبب في عدم تعييني سابقا هو بشأن المفاوضات بأفغانستان ولكن على عكس مايكل واسس الذي كان يعمل في هذا الأمر وهذا الأمر الرائع لأن ترامب كان يرغب في هذا الانتخاب وأعتقد أن هذا السبب الذي ذكرته كان هو الدافع الذي لم يجعله موجودة مرة أخرى نعم أذهب إلى ولاية مين وضيفي الكريم هناك سيد إيريك روجو سيد إيريك نذكر أيضا بعض الأسماء الأخرى يعني مثلا مارك إسبر في الولايات السابقة لدونالد ترامب كان وزيرا للدفاع الآن تم اختيار المذيع بفوكس نيوز في الإدارة الحالية كوزير للدفاع كيف ترى هذا الاختيار لا أقلل بالطبع من قدر المذيعين فأنا مذيع لكن كيف ترى هذا الاختيار إنه اختيار رائع بالطبع هو مزيع ولكنه كمزيع لقد قضى عدد قيد من السنوات في الجيش يعملوا على دعم القنود الأمريكيين وحين نقول القنود الأمريكيين نحن نتحدث حول البحرية الكوية كل الموجودون في الجيش والقد رأينا أيضا في إدارة بايدن وما ذكرتها مسبقا أن كان هناك خلق بشأن التغييرات الاجتماعية والتنوع وليس حول تركيز حول الدفاع لذلك أنا أقوم برغم من أنه الشاب سيكون تركيزه منصب بشكل فعال كأي مدير تنفيذي ورئيس سوف يحاول أن يثبت نفسه بين أشخاص لديهم الكثير من القدرة والخبرة في هذا الصياح وهذا المجال وتكون دعمه منصب على الجنود والقوات وسيكون هناك مزيد من الأدوات وعدد الجنود هناك الكثير من الناس الذي يرفض أبائهم الانضمام إلى الجيش وهناك من يرفض الانضمام إلى الجيش لأنه يقرأ هذا التنوع الموجود داخل الجيش وتلك الأمور ذلك هذا سيتغير وهناك إعلان موجود بالشأن التخلص من كل الجنرات والذين لن يقومون بدعم هذه السياسة القادية وبالطبع سيكون أولهم رئيس الحالي لذلك نحن نتوقع أن سيكون هناك الكثير من التغيرات التي ستحدث بشكل الأمور التنفيذية بالبنتاجون وكما ذكرت مسبقاً رداً على ما قالت بوسترينجورنال أن يجب أن ننظر إلى الكوات الداخلية داخل البنتاجون فإن المدنيين يطلقون بالشأن العديد من المؤلمون ويحتاجون إلى مزيد من الدعم يجب أن يكون هناك مهمة وظيفة سياسة لأجل إعادة تطهير هذه الإدارات بشأن إنفاذ القانون وأعتقد أن هذه المهمة التي ستضحون إلى إيلون ماسك وفيفيك رامسونس لأجل تطهير هذه البيروكرياتية داخل الوزارة المسلمات بكفاءة الحكومية وفي هذه النقطة أودت أن أدعم هذا الأرض على جزئية الكفاءة الحكومية إليها بالطبع مع ضيوف آخرين لكن أبقى عند هذا الاختيار اختيار في الإدارة الحالية أو الإدارة المقبلة المنتخبة كوزير للدفاع المعتاد دوما في الشأن الأمريكي أن يأتي الرئيس بواحد من كبار الجنرالات في الجيش الأمريكي لماذا هذا الاختلاف الآن؟ سيد إيريك روجو سؤالي إليك أعتقد أنه خياراً رائعاً بالنسبة لي الجيل الجديد هو شخص زكي للغاية يعمل بكد وهو محارب سابق قد خدمه ويعلم كيف تدار الحروب هو يعلم الكثير من الأمور حول الدفاع أكثر حتى من الجنرالات إنه قريب للغاية من القوات ويعمل بنشاط كما يخص قدام المحاربين أعتقد أنه كان خيراً ذكياً بمجرد أن نرى هو يعمل وأن يتم التصديق على منصبه سيكون هناك الكثير من الناس لذلك لقد عيش في نفس ولايتي وأنا أعرف شخصيًا إنه شخص زكي للغاية وسيبلي بلاءً حسناً كوزيراً للدفاع وسيقوم بتطهير هذه الوزارة كما نحتاج أن نقوم بتطهير الكثير من الوزارات داخل الحكومة الأمريكية الآن وهذا أحد الأسباب التي دفعت رئيس ترامب لاختيار الشخص من سبيتها لأنه سيقوم بوظيفة رائعة وأكثر من قادر على فعل هذا إذا قرنته قرنته بين أوستن إن أوستن كان من المفترض أن يقال بمقرد هذا الانسحاب من أفغانستان لقد أدر الأمر بشكل بالغ السوء لم يتحدث حتى مع رئيس بايدن بشأن هذه الأخطاء قبل حتى يوماً لم يكن على دراية بآخر المستكتات كان غير كفء تماماً ولم يستحق هذا المنصب تماماً بالنسبة لأوستن فتحدث الإعلام كثيراً حول هذه الأخطاء لكن بالنسبة لفيتهاك سأعتقد أنه خيراً رائعاً طيب أبقى معك مرة أخرى سيد روجر في ولاية تينيسي الأمريكية وبعد اختيار إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة ووعده بخفض تريليوني دولار من ميزانية الولايات المتحدة هل تعتبر هذه فرصة لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية يعني من خلال تسهيل وصول الحلفاء إلى المناصب القيادية برأيك؟ أم أنه يسعى لتحقيق المصالح التجارية فقط؟ أعتقد أن هذه وزارة رائعة ولدينا الشخصان رائعان مسؤولان عنها إيلون ماسك وأنظر إلى شخصه سوف يكون لديه دور رائع أعتقد أن الجميع يتذكر كيف حين استطاع أن يحصل على موقع إكس وأنه قام بتقليص الأعدد بنسبة 70% وأن هذا لزيادة الأرباح وكل تفس الأمر سيفعله مع الحكومة هذا ما يحتاجه الناس هنا وهذا صوت الناس إلى ترامب نحن نعاني كثيرا من الإنفاق المتزايد على بشروعات أصفة بالغبية نحتاج أن نتخلص من وزارات ونفقات كثيرة داخل التعليم والصحة وأن تذهب هذه نفقات في مكانها الصحيح أعتقد أن هذا سيكون فعالا فيما احتجنا أن نفعله الوقت طويل داخل هذه البلد أنا أتطال حقا إلى رؤية ما الذي سيفعله في هذه الوزارة الجديدة نعم أنتقل مرة أخرى إلى القاهرة وضيف الكريمة الدكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة دكتور أحمد دونالد ترامب الرئيس المتخب أعلن تعيين حاكم لولايات داكوتا كريستي نويم كوزيرة للأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة هذا المنصب هل تكون كريستي بهذا الشكل ذراع ترامب الطولة للتصدي للهجرة غير الشرعية برأيك خاصة أنها كانت أول حاكمة ترس الجنود الحرس الوطني لمساعدة تيكسس في مواجهة أزمة الحدود السابقة أولا اختارها كامرأة هو ثاني امرأة يتم اختيارها في منصب لم تشغله امرأة من قبل يعني اختيار سوزي وايلز ككبيرة موظف البيت الأبيض كان هذا أول اختيار واختيار أيضا كريستي أيضا فيه كوزيرة للأمن الداخلي هي بتعكس حقيقة رسالة ترامب إلى المرأة الأمريكية وأنه مع المرأة على عكس ما كان يصور أنه لديه أفكار ضد المرأة الأمريكية الأمر الثاني بالطبع المعيار الأساسي في كل هذه الاختيارات هو مدى توافق هؤلاء فكرهم مع فكر ترامب لأن ترامب هو بالطبع من معه فيستمر في هذا المنصب من ليس ضده لا يختاره إذا اكتشف أنه يتعارض معه يتم إقالاته أو استقالاته كما رأينا في الإدارة السابقة بالطبع حاكمة داكوتا كان لها دورة مهما ومتوافقة مع ترامب فيما تعلق به معالجة قضية الهجرة غير القانونية أرسلت الحرس الوطني وربما هذا أصار أيضا بعد يعني عرضت إرسال الحرس الوطني وكانت تريد إتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر شدة لأن في عهد بايدن فقط دخل أمريكا أكثر من ستة مليون مهاجر غير قانوني وهذا اعتبر أيضا رقما كبير الحقيقة يعني هناك ما يقارب خمستاشر لعشرين مليون فقط منهم ستة في الأربع سنوات الماضية فقط على الحدود كانت من الأسباب التي استغلتها أيضا حاكم الدكوتا وترامب في توجيه اللوم للديمقراطيين وتوظيف قضية الهجرة كأحدى القضايا لكن هنا السؤال دكتور أحمد لو تسمح لي أنت تحدثت عن أن هناك ستة مليون مهاجر غير شرعي دخلوا إلى البلاد الأمريكية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بشكل إجمالي هناك ما بين خمسة عشر مليون وعشرين مليون مهاجر بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية تعهد دونالد ترامب في حملته الانتخابية بأنه سيعيدهم مرة أخرى خارج البلاد الأمريكية هل يقدر على ذلك على أرض الواقع؟ بالطبع لن يكون هذا وعد انتخابي هو من الصعب التحقق بالطبع أولا قضية الهجرة هي قضية مزمنة يعني قضية منذ عشرات السنوات ومنذ سنوات ولم تحل ولن تحل ولكن فقط ما يحدث الفرق ترامب هو أنه سيحد من دخول الهجرة إلى أمريكا أو دخول هذه الأعداد الكبيرة فقط لكن يصعب الترحيل لأن يعني تركيبة المجتمع الأمريكي والتركيبة الداخلية من يصعب أن يكون ترحيل جامعي لهؤلاء أمريكا بلد واسعة بلد قارة هناك نوع من يعني كما يقول تمثل كل أجناس الأرض وبالتالي الترحيل هؤلاء معناها عسكرة المجتمع الداخلي اجتخاذ إجراءات الاستنفار والتفتيش في الشوارع لمعاقبة هؤلاء يعني هذا أمر صعب بالطبع كذلك هناك معارضة أيضا ولكن ترامب هو قال حتى تراجع وقال أنه ليس ضد الهجرة لأن أمريكا بلد قائمة على الهجرة ربما يكون هناك تمييز هو ألغى القوانين التي أصدرها بايدن فيما تعلق أولا مثلا بحصول من ليس لهم جنسية حصول أولادهم إذا ولدوا في أمريكا الأطفال على الجنسية هذا قرار ربما يحد نوعا ما أو يرحل البعض لكن استحالة ومن الصعب طبعا أن يعرحل كل هذا الدعال الكبير الذي فشل فيه كل الرأساء السابقين وحتى ترامب في ولاياته الأولى لم ينجح فيه ترحيل هذا الترحيل على الكبير كلما قام به أنه قام بإقامة جدار على الحدود سيستكمل هذا الجدار سيكون بإمراكب اتفاق مع المكسيك والضغط عليها فيه اقتصاديا أو صفقة اقتصادية مقابل أن يكون لها دورا فيه إرجاع هؤلاء مرة أخرى إلى بلدانين في أمريكا اللاتينية وبالتالي ما سيكون به ترامب هو ربما الترحيل بعد العداد القليلة لكن التركيز سيكون بالأكثر على استراتيجية ضبط الحدود وزيارة ميزانية الحدود استكمال الجدار العازل وإبرام اتفاق مع المكسيك هل من الممكن أن يستحدث دونالد ترامب بعض الأمور الجديدة في هذا الصياق كما فعل بريطانيا وترحيل بعض المهاجرين غير الشرعين إلى بلد وسيط إفريقي حتى خطب بريطانيا لقت معرضة كثيرة عندما كان هناك ترحيل إلى بورندي أو غيرها من دول إفريقية وعلاقة معرضة خاصة بحقوق الإنسان والمنظومات المجتمع المدني وبالتالي وغير قانوني أو لقت معرضة كذلك أيضا الوضع مختلف في أمريكا أولا أمريكا بلد تستوعب يعني الكثير من المهاجرين سنويا هذا العدد لا يؤثر اقتصاديا هي كبلد تقوم على الهجرة تستقبل الهجرة سنويا لكن فقط ترامب حاول أن يشيطن المهاجرين بأنهم جاء بالمخدرات والجرائم وغيرها وبالتالي من حال الاقتصادية هناك حاجة للعمالة في أمريكا وهناك أيضا جماعات لبي داخل أمريكا لديها مصلحة في استمرار أو عملية دخول هؤلاء المهاجرين حتى وإن كان بشكل غير قانوني أو عدم التعاون لإخراجهم أو يعني سيعرون ترحيلهم وبالتالي ترامب ما سيكون به هو الفكرة العودة إلى المنبع بمعنى الاتفاق مع المكسيك كما حدث فيه السابق بأن يتم تجمع هؤلاء ويتم تقنين أوضاعهم حيث يتم دخول البعض من يتوافق عليه شروط الهجرة الشرعية إلى أمريكا ويرحل البعض الآخر لكن تركيزه الأساسي سيكون على الجدار الحدودي أو استكمال هذا الجدار الذي بدأه فيه ولاياته الأولى لكن تظل قضية الهجرة هي قضية سياسية أكثر منها قضية خاصة لها أبعاد معقدة أبعاد خاصة بفكرة أمريكا تقوم على المهاجرين أبعاد خاصة بأبعاد اقتصادية أبعاد قانونية هناك تشريعات يحتاجها إلى التعامل مع المهاجرين وأعتقد أن زي التشريعات ربما تحتاج إلى غالبية السلسين أو غالبية ستين عضوا في مجلس الشيوخ ربما غير قادرة على توفير هذا الأمر بمعنى هناك آخر هناك تعقيدات كثيرة لكن على الأقل الرجل سيكون بمحاولة ضبط ومنع المزيد من الهجرة غير القانونية إلى داخل أمريكا أنتقل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وجويل روبن ضيفي الكريم من هناك سيد جويل كيف سيتعامل الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع ملف الحوثيين في البحر الأحمر حرية الملاحة في البحر الأحمر وما يعيق هذا الأمر برأيك حسنا هذا السؤال هام للغاية لأن هذا يتصل بإيران وما شاهدنا في اختيارات الرئيس المنتخب ترامب أنه اختار الناس لديهم ترييخ تلبي للغاية مع إيران أنهم أكثر الصرامة مع إيران وعلى وجه الخصوص مع المجموعات الإرهابية التي تمويلها إيران وتدعمها مثل حزب الله وحماس والحسين لذلك أعتقد أنه سيكون هناك لا يكون هناك أي صفقات خاصة بالإطار النووي مع إيران وأن ربما سيكون هناك استعانى بملكة العربية السعودية لمحاولة هديئة المنطقة وسيكون أكثر أن سيكون هناك مطالب أمريكية معينة بشأن الملف النووي وأن المجموعات الإرهابية مثل حماس والحسين سيدفعونا ثمن هذا إذا كان هناك نية لأن يكون هناك علاقة قيدة بين إيران وأمريكا هذه الحكومة لا ترغب في رؤية هذه المناطق فيها أي نوعا من الاحتلام السياسي لا ترغب أن يكون هناك تهديد بالشأن لأنها تعد ممرات لشحنات النفط وغيرها لذلك أعتقد أن فريق ترامبلاند يسمح بتجاهل هذه النقطة إذا كانت إيران ترغب في الحظة بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة تحت إدارة ترامبل إذن سيد جويل أنت ترى أن الاختيارات الجديدة لمارك روبيو على سبيل المثال كوزير لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية سيصب في هذا الإطار ومعروف عن مارك روبيو أنه كثير العداء لإيران وأيضا سيكون في هذا الملف ملف الحوثيين في البحر الأحمر برأيك سيد جويل نعم طبع إنه أحد أهم اللاعبين الذين سنراه يكون بدورا هاما أيضا هو مايكل وولز لديه خبرة عسكرية سابقة وهذا يعني أنه قد خدمة سابقا في العراق والخبرة كيف يمكن أن تتعرض لهجوم من قبل مجموعات مدعومة من إيران هو لا يحب هذا الأمر ولدي هذه الزاقرة صيئة لذلك كل فريقه على درية جيدة بدعم إيران المجموعات الإرهابية داخل الشرق الأوسط وهم داعمين قويين لإسرائيل وإسرائيل قلقة بالشأن هذه المجموعات الإرهابية لذلك سيكون هذا موضوع ذو أولوية قصوى لهذه الإدارة الجديدة نعم نتقل إلى ولاية مين والعقيد إيريك روجو ضيف الكريم من هناك سيد إيريك بلينكين وزير خارجية الحالي للولايات المتحدة عقد مباحثات طريقة مع الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل للنظر في العديد من الملفات الغربية بحسب بيان للخارجية الأمريكية ما المنتظر من هذه الزيارة وأنتقل بهذا الأمر إلى جزئية أخرى أوروبا بالطبع تتخوف من ترامب بسبب التهديدات السابقة الخاصة بالإنفاق الدفاعي كيف تستعد أوروبا لمجيء ترامب إلى البيت الأبيض؟ بالطبع نحن في فترة انتقالية وإن الرئيس لن يكون في منصبه إلا في يناير لكن المفاوضات قد بدأت وكذلك ردود الفعل وأعتقد أننا شاهدنا ألمانيا والشعب الألماني قد سيقومون بالتزام هذا التعهد في النيتو أي أن ترامب سوف يستمر في دعم النيتو بينما النيتو ودول النيتو يقومون بدعم نفسهم وأداء هذه التزامات هذه النقطة كلها كل الدول لابد أن تقوموا بأداء حصتها العادلة من الاقتصاد فيما يخص الدفاع وفي نفس الوقت يجب أن يعملوا جميعا لحل الوضع في أوكرانيا أعتقد أن الرسالة التي يرغبون في إرسالها أن نحن نحتاج أن نقوم بتحقيق اتفاق مع بوتين وأن تكون أوكرانيا أقرب إلى النيتو وإلى التحدي الأوروبي وأن ينتهي كل هذا الأمر وبالطبع أن غياب الرغبة لاترامب في محاربة العناصر الخارجية هذا نفس الأمر يتعلق بأوروبا وبالشرق الأوسط أعتقد أن مزارة الخارجية تتفهم والدول الأوروبية سيكون هناك تغير كبير كما ذكر زميلي مسبقا إذا إيران لم تستغل هذه الفرصة وحاولت تغيير ربرةها ربما سيكون سيعطي ترامب الضوء الأخضر إلى رئيس الوزراء نيتانياهو وأن يفعل ما لم يسمح بايدن له بفعله وأن يقوم بمزيد من المحاربات معها مجموعات الملاشيات الإرهابية هناك العديد من السنوات التي ننتظرها في هذا السياق نعم أنتقل إلى ولاية تينيس الأمريكية وسيد روجر ضيفي الكريم هناك سيد روجر مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أكد أنه يتطلع للجلوس مع دونالد ترامب الرئيس المنتخب في تقديرك ما الآليات التي قد يقدمها روتا لمواجهة التحديات التي تواجه هذا الحلف ومن بينها التهديد الروسي التهديد الكوري الشمالي برأيك أعتقد أن ترامب سوف يستمر لفعل ما فعله في دروسه الأولى مع ترامب سيطالب منهم أن يدفع حصتهم العادلة بشأن الميزانية الدفاعية وبالطبع بايدن والدول في حزب نايتو لا يدفعوا ما يتوقف عليهم دفعه خلال فترة إدارة بايدن أن ترامب سوف ينزمهم لا بد أن يدفع كل الأمور من قبل الأعضاء إذا كانوا يرغبون في دعم نايتو إن ديمقراطينا كانوا يقولون أن ترامب كان يرغب في تدبير نايتو كانوا يتحدثون عن تلك الأمور السلبية فقط ترامب كان يرغب في تحقيق العدل والصدق وكان وضحا أنهم يرغبوا منهم أن يدفعوا بصحتهم بحصتهم العادلة لكن سيد روجر لو تسمح لي سيد روجر في ولاية تينسي بهذا الأمر هل من الممكن للتخوفات الأوروبية الكثيرة للغاية بهذا الأمر أن تنشئ أوروبا حلفا آخر موازيا لحلف نايتو ويكون المصير الخاص بحلف نايتو أن يتحلل أن ينتهي كما حدث لأحلاف أخرى كحلف وارسو مثلا لا أعتقد هذا أعتقد أننا سنستمر مع حلف النايتو لا يوجد مشكلة مع حلف النايتو إلا أن هناك بعض الدول الأعضاء لا تقوم بدفع حصتهم العادلة كل ما يطلبه ترعب كما فعل في فترة في الأولى وأنه أخبرهم انظروا لن أستطيع المشاركة مع كل هذه المزايا والقودة التي لدينا في النايتو إذا لم تقوموا بدفع حصتهم العادلة إن النايتو يحصل على الكثير من الأموال في فترة بايدن عفوان قبل أكثر من أي فترة لأنه لم يكن هناك عدل في توضيع الحصت لذلك إنه يرغب منهم فقط أن يدفعوا الحصة العادلة كما يحدث في بقي الأمور المشابهة أشكرك شكراً جزيلاً السيد روجر بايز كنت معي من ولاية تينيس الأمريكية المحلل السياسي الأمريكي كما أشكر أيضاً من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية ومن واشنطن دي سي كان معي سيد جويل روبين نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي الأسبق ومن ولاية مين كان معي السيد إيريك روجو العقيل المتقاعد للجيش الأمريكي أشكركم شكراً جزيلاً وشكراً بالطبع موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على المتابعة هذه تحياتي كما الماضي في أمان الله